الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته لألمانيا هو الحقيقة أنا كان المفروض أروح بس أنتو حبيبي ما قدرش أسيبكو يعني فبرضو قلت من هنا حندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنا الحقيقة مش عشان أنا شغالة في قناة صدى البلد أنا بشكرهم لا أنا بشكرهم جدا وبشكر بالأخص رجل أعمال أستاذ محمد أبو العنين على أنه فعلا أي رحلة للرئيس كل العاملين أو تقريبا معظمهم يعني أنتو لو دلوقتي تشوفوا المحطة تلاقيها تقريبا فضيت شوية كتير في معامل مخرج أستاذ محمد يونس بيروح وبحيي وتحية خاصة جدا لأستاذ أحمد موسى بارح أنا تفرقت على الحلقة اللي هو عاملها من ألمانيا هو سفروا ده طبعا بفايدة مش منهم مجرد منهم يغطوا زيارة السيد الرئيسة عبدالفتاح السيسي لا هو راح يورينا وهو يشوف ألمانيا وعمل مقابلة مع مهانس ثاني قدري وفرجوا بقى على محطات المترو ومحطات القطرو وزاي البحر اللي هناك ده اللي هو بتعدي فيه مراكب كبيرة جدا بتعتبر زي فسحة البحر يا جماعة زي الفل ما فهموش ورقة كلينكس مرمية فيارب وشكر للأستاذ أحمد موسى جدا على فكرة أنا مشكور جدا لأنه هو أي بلد بيروح مع السيد الرئيسة عبدالفتاح السيسي بيفرجنا الحاجات الإيجابية اللي موجودة في البلد علشان احنا نغير مناعمل حاجات دي وان شاء الله هنعمل وهتبقى أحسن بلد في الدنيا بكرة ان شاء الله تتابعوا الحلقة هيبقى معنا الأستاذ أشرف عبدالعزيزي المحامي بالنقد هيتكلم عن طوارئ المستشفيات وزاي المواطن المريض